قديماً قالوا ما حكى جلدك مثل ظفرك المثال ده منطبق علينا في مصر للأسف الشديد في موضوع سد النهضة فمبارح مثلاً كانت فيه رسالة دعم قوية ومحترمة الحقيقة من مجلس التعاون الخليجي لحقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل هذه هو الخبر بينقل رسالة مجلس التعاون الخليجي عن الأمن القومي أو الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي والحقيقة موقف دعم قوي ولكن بالرغم من هذا الأمر وقبله دعم جامعة الدول العربية وغيرها من الحاجات اللي يكن لها دعم يعني في الآخر إلا أنه يوم عن يوم بتثبت إثيوبيا أنها متعنتة رغم الحروب والنزاعات الداخلية وبتقول أنها خلاص بتستعد لتوليد الكهرباء من السد قريباً جداً بحسب صور الأقمار الصناعية وديه الخبر مرفق بالصور صور خاصة من الأقمار الصناعية تظهر تجهيزات إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة برغم أن أبي أحمد كنا متوقعين أنه يسقط بين ليلة وضحاها إلى أنه الآن طالع يطلع لنا لسانه يقول لنا أنه إحنا خلاص السد بتاعنا شغال وما فيش أي مشكلة أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة خاصة بوحدة الرصد والتحقق شبكة الجزيرة تجهيزات إثيوبيا للمدء في توليد الكهرباء من التوربينات المنخفضة لسد النهضة وتبين الصورة التالية مكونات السد والمحطات التي بنيت على جانبيه لتوليد الطاقة الكهربائية وتظهر صور ملتقطة في 3 ديسمبر كانون الأول استكمال بناء حاجز أمام مخرج التوربينات المنخفضة للسد تعالوا كده نشوف الصورة اللي بتتكلم بهذا الأمر هذه هي استكمال لعملية البناء هذه هي إشارة من صورة القمر الصناعي لفتحات التوربينات لا نرجع معلش للصورة اللي هيك تقبل دي على طول فيها وصف بقى للمشهد كله على بعض أكيد حد فاهم ودارس الممر الأوسط هؤلاء اللي هما معرفوش يكملوه المرة اللي فاتت وبالتالي راح جزء كبير جدا من المياه اللي كان المفروض يتم تخزينها محطة الكهرباء اليمنى فوقها وفتحات التوربينات السفلية وفتحات التوربينات العلوية اليمنى وفتحات التوربينات العلوية اليسرى ومحطة الكهرباء على الجانب الآخر من الممر الأوسط ودي الفرق اهو بين ديسمبر عشرين واحد وعشرين وأغسطس عشرين واحد وعشرين ايه الفرق؟ الفرق بين المربعات اللي حضراتكم شايفانا الأصفر والأخضر أغسطس ما كانش لسه تبنى حاجة في هذا المكان وديسمبر تم استكمال الأمور المتعلقة بالتوربينات وتوليد الكهرباء من السد وإمداد خطوط لا نرجع للصورة القابلة دي معذرة من الأول هنجيبهم من الأول استعرضنا مع حضراتكم المحطات اللي تم استحدثها في الشهرين تلاتة اللي فاتوا والفرق ما بين أغسطس وديسمبر وإيه اللي تم استكماله من البنى وإيه الجديد السياق ده آخر الصورة بقى قا امداد خطوط كهرباء بأبراج الضغط العالي لنقل الكهرباء التي تم تولدها من التوربينات يعني باختصار إحنا كنا مراهنين على سقوط أبي أحمد إحنا مش بتكلم على إن إحنا هنا في مكملين أو مساء القاهرية بتكلم على النظام المصري كان مراهن بشكل أو بآخر على الحرب الداخلية والاقتتال الموجود على أطراف العاصمة أديس أبابا وانتصر أبي أحمد في نهاية المطاف حتى الآن ليس على التجراي ولكن على أجهزة المخابرات وأجهزة إدارة الدولة المصرية بالأسف الشديد هنا بقى إحنا عايزين نسأل سؤال مش إحنا قولنا ما حكى جلدك مثل ظفرك فين ظفرنا يا جماعة فين الأظافر المصرية وفين قدرتنا على حماية نفسنا وحقوقنا اللي الكل معترف بيها مجلس التعاون حديثاً وقى الجامعة العربية ومجلس الأمن قبل كده قال حلوا مشاكلكوا بينكم وبين بعض ويرجعوا تاني للاتحاد الأفريقي طيب إحنا السؤال هل هنفضل نستجدي ونتراخى في موضوع بيمثل 97% من حياتنا ومواردنا زي ما بيقول الوزير وزير الرأي طلع قال إن إحنا بنواجه تحديات كبيرة ومصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل طيب ليه نقبل بلاو 1% خطر على هذا المورد حتى لو فيه ناس بتقول إن مفيش خطر فيه 1% خطر يا سيدي 1% ليه نقبل بحاجة زي كده ودي مسألة حياة أو موت طيب نتحرك يا جماعة يعني ونخلص المسألة ونقضي على القلق والمناشدة والمناداء ونفضل تاني نتكلم وبقالنا سنين بنتكلم يا جماعة الحق من فضلك وإحنا هنعطش هنجوع هيحصل مجاعات من فضلكوا اتصرفوا اوصلوا الحاجة رهائية عشان ينتهي القلق عند الشعب المصري والملايين اللي قاعدة مش عارفة يعني إحنا صبرنا كتير ولكن يبدو إن فيه دعوات لحاجة اسمها الصبر الاستراتيجي زي ما بيقول عماد الدين حسين تعالوا كده نقرأ جزء من مقال عماد الدين حسين عن موضوع سد النهضة وعن الصبر الاستراتيجي في الشروق كتب سد النهضة عماد الدين حسين بيقول الجيش المصري يذهب لعمل عسكري في حالة واحدة فقط كتب إن الجيش المصري يمكن أن يدخل في عمل عسكري حالة استنفاذ كل العناصر الممكنة لأي حل ممكن عبد الفتاح السيسي تبع سياسة الصبر الاستراتيجي تب يقول عماد الدين حسين وتابع اتضح في اسيوبيا الآن أن الخلافة بين تجراي وأبي أحمد والصراح حول قديس أبابا هو نوع من استنفاذ القوة وهناك حالة إرهاق للقوات الحكومية وأشار إلى أن هناك تآكل في الداخل الاسيوبي ولكنه تساءل كيف سيقرأ أبي أحمد ما حدث؟ هل سيهرب للخارج بعد هذه الخسائر فيصعب من موضوع سد النهضة ويخلق منها أزمة وهي قضية شعبوية وبالتالي يهرب بها من أزمات الداخلية؟ أم يشعر بأنه تم استضعافه ولديه خسائر كبيرة وبالتالي علي أن يكون عاقل ويقبل بحل مقبول ويأخذ كل طرف حقه في مياه النيل؟ لفت إلى أن عقلية أبي أحمد تميل إلى التصعيد ولكنه إذا استخدم لغة العقل فعليه أن يقبل بالتفاوض بما ينتهي إلى آلية قانونية ملزمة وسط رقابة دولية وده اللي احنا عمالين نقول فيه بقالنا سنين يا جماعة وصلوا لآلية اتفاقية وقعوا عقد المهم أن في الآخر يكون في حاجة ملزمة قانونيا أمام المجتمع الدولي لا تستطيع من خلاله إسيوبيا أنها تجور على الحق المصري في مياه النيل ولكن فكرة الصبر الاستراتيجي دي جديدة أنا أول مرة أسمع المصطلح ده يمكن أنا ما عنديش مثلا خبرة استراتيجية بس غريب غريب يعني إيه يعني إيه الصبر الاستراتيجي فحاجة أساسية ومحورية ويقوم عليها حياة أو موت شعب كامل وإحنا مش عارفين وهنفضل مش عارفين برضو لحد إمتى مؤسسات الدولة سايبة البلد تروح للعطش والفجوع بدون أي إجراء فعلي محترم إلا انتظار أن أسيوبيا تحن علينا وتوافق على اتفاق ملزم وحتى الآن ما زلنا ملتزمين الصبر الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر